طيب الرسالة الأخرى رفقا أيها الرجال بالنساء رفقا أيها الرجال بالنساء بعض الإخوة من الرجال قاعد متذوق كأنه موظف تذوق قاعد يشتهي الطبق الفلاني والأكلة الفلانية والشيء الفلاني طيب يا أخي الكريم أما تدرك أن هذه المرأة مسكينة تدخل من بعد صلاة الظهر مثلا إلى أذان المغرب وهي في هذا المطبخ لصناعة هذه الأطباق كلها ثم تكون منهكة كيف سوف تصلي كيف سوف تدعو كيف سوف تعمل أقل الأحوال مساندتها مساعدتها الوقوف معها مع أنه تسمعون أنتم كلكم ما يكتبه الأطباء والمختصون في أمور الصحة فيما يتعلق بأضرار هذه الأطعمة والأكلات الكثيرة يعني تخيل إنسان يعني يقدم عليه شهر رمضان ومتغير نمطية الأكل عنده كلها عن 11 شهر كامل وكأنه شهر الإشباع هذا لا يستطيع ناهيكم عن الخلافات البعض الذي لا يتحمل اليوم أن يتأخر عليه طبق أو يتأخر عليه شيء أو يزيدون عليه ملح أو يزيدون عليه شيء ويصبح في حالة من التوتر على أقل الأشياء يعني هذا الأمر هو لا يستطيع أن يتحمله فكيف يريد أن يعيش يعني لحظات ماتعة ولحظات سعيدة ولحظات من هذا القبيل الأمر الآخر اعتادت النفس البشرية على الملل فالأسرة في رمضان تحاول أنها تغير من نمطيتها وطريقة يعني أمورها حتى لا تصاب بالفتور الفتور حتى في تقديم الأطعمة تجد بعض النساء أول ما يأتي الشهر ما شاء الله تبارك الله نشيطة وتقوم في المطبخ وتريد تعد عشرين طباق وسفرة من هنا إلى هناك طيب عشر أيام خلاص ملينا زهاقنا خلاص يلا جوبوا لنا من مطعم جوبوا لنا من برة ما نبين أطبخ ما لي مزاج أطبخ وكل خلاص اللي كان يستيقظ أول الوقت أصبح ما يستيقظ ليه؟ لأننا أصبنا بالملل النفسي خلاص من لو صحيح كانوا أول الشهر والهنين على السنبوسة والهنين على القيمات والهنين على الثريد والهنين ما يتمطلب يتذوق أحد اللي حطوه لو قنننا نحن هذا الأمر حتى لا نصاب بالفتور من البدايات كان أفضل لأن هناك أطباق الله حرام ترمى وأطباق تبقى وأطباق تتلف طيب ما هو واجب لها تعهد المحتاجين تعهد الفقراء تعهد الجيران أنا لا أزال لا أنسى اللحظات الجميلة عندما يتبادل الجيران يعني أنا أذكر أن مائدة الإفطار من أمتع الموائد ليه؟ لأنها ربما سبحان الله تكون فيها عشرة أطباق ما هو أمي اللي سوتها لا ما شاء الله أم محمد طبق وحن نعطيهم من طبقنا ومخال الطبق ونعطيهم من طبقنا نحن طبقنا مثلا واحد رئيسي هذا الطبق الرئيسي توزع على الجيران فكلنا أعطاك من طبقها الآخر فاجتمع عندك عشرة أطباق لذلك في حديث أكثر مرقها وتعاهد جيرانك جيرانك مبشرط فقراء يعني الجيران مبشرط يعيشون فقر وحاجة ومجاع علامة وشرط بل بالعكس قد يكون الجيران يعني أغنياء وكلهم في خير لكن هو تشارك تخيلت التشارك أنت وقبل ما نطلع الفاصل التشارك ترى لابد تراعي نفسيات جيرانك يعني بعض الجيران ما يتقبلون خلاص قبلوا الموضوع بعض الناس عندهم مشكلة تشكوك لا تقربهم بعض الناس ما يتحمل هذا لا تقرب أنا أتكلم على المتطاوعين يعني أنت بينك وبينهم علاقة مبس في رمضان حتى في قبل رمضان ترجمة نانسي قنقر